عاد الى ارض الوطن الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته لدولة السودان لبحث اوجه التعاون مع الجانب السوداني الشقيق وقد اصفرت المباحثات عن اعداد اطار توافقي تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والامني بين مصر والسودان والعمل المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الارهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية وكان الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد اجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم والتقى بالسيد وزير الدفاع السوداني والسيد رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة السودانية واكد السيد وزير الدفاع السوداني على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الامنية التي تواجهها المنطقة كما اشار السيد رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة السودانية الى ان ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جانبه اكد الفريق محمد فريد على اهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان مشيرا الى ان هناك توافق في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين وان ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبط محاط البلدين في الامن والاستقرار والتنمية حضر المباحثات قادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية